السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن العربية رينو لوجان بتعتبر رينو لوجان عربية عائلية صغيرة سيدان اتصنعت بداية من سنة 2004 وهي حاليا في نهاية الجيل الثاني اللي هو سنة 2022 الجيل الثالث بتاعها يصدر ان شاء الله 2023 اتقدمت في صور مختلفة منها في مصر السيدان والستيشن واجن بداية من 2009 ولكن اتقدم جزء كبير جدا منها خارج مصر نسخة بيكب وتصنعت العربية دي في رومانيا باسم داتشيا بقعت في اوروبا باسم داتشيا لوجان وتصنعت في المغرب وهي النسخة اللي وصلة لنا في مصر حاليا اتصنعت في دول كتير جدا زي البرازيل والارجنتين وتركيا وروسيا وكولومبيا وايران والهند وتعرفت العربية دي في دول مختلفة باسماء كتير جدا زي داتشيا لوجان ورينو لوجان ونيسان ابريو وماهندراف فريتو ورينو توندا تسعين ولادة لارجوس ونيسان ان بيمتين ورينو سيمبل وتباع من العربية دي قرابة اربعة مليون نسخة منذ تقدمها في العالم لأول مرة سنة 2004 اتصممت لوجان من مكونات بسيطة للحفاظ على تقليل التكلفة الخاصة بتصنعها عشان تبقى عربية اقتصادية وبدأ تسويق العربية عالميا في سبتمبر 2004 وسنة 2008 اتقدمت نسخة محسنة من العربية دي باسم نيو لوجان بتصميم جان اكتر جاذبية وضفوا له بعض وسائل الراحة والرفاهية اول حاجة هنتكلم فيها هي المحرك يعتبر محرك العربية محرك اقتصادي ساعة 1600 سيسي موفر في الوقود بواقع سبعة واثنين من عشرة لتر والكل ميت كيلو متر مقطوعة المحرك ده بيولد قوة تسعين حصان ويحقق اداء جيد جدا بمساعدة نائل الحركة اليدوي من خمس سرعات وفيه واحد تاني اوتوماتيك اربع سرعات وسحب العربية دي فيه ناس بتشوفه غير جيد وغير مناسب للمحرك الالف ستومية وفيه ناس بيقولوا ده ولا كأنه محرك 1000 سيسي لان السحب بتاعها بطيء وده طبعا بسبب كون المحرك تمانية سباب مش 16 وده بيأثر طبعا في سحب العربية اما النسخة الاوتوماتيك اللي نزلت اوتوماتيك ستبترونيك اربع سرعات فنزلة بمحرك اكبر 16 سباب وفيه عمود التزان من عيوب العربية دي اللي اشتكى منها كتير من ملكها ان فيه ناتشة في الفتيس المانيول مع الضغط على دواسة البنزين وصوت المحرك مرتفع وناس كتير جدا نأكدوا الموضوع ده وبيبان اكتر لما بتبقى فاتح ازاز العربية طبعا لما بتقفل الازاز خلاص الصوت بيختفي لان العزل العربية ده كويس من اهم الشكاوي خصوص الرينو لوجان اللي بيتعلق بالباور في الديركسيون ناس كتير بيشتكوا من ان الديركسيون تقيل ويعني صعبة في التعامل معاه لدرجة انه بيقولوا واضح انه هاف باور مش باور كامل المحرك وصندوق التروس الاطوماتيك فيه بينهم تناوم والنقلات سالسة وما فيش فيها اي مشكلة وبالنسبة لمنطقة المحرك او زي ما بنسميه حوض المطور متنظم كويس جدا وما فيهوش اي تعقيد قيادة العربية ده سالسة وفيها نعومة في استخدام الدبرياج والبنزين التاني حاجة هنتكلم فيها هو الصالون طول العربية ده 4 متر 29 سنتي عرضها 1 متر 74 سنتي ارتفعها 1 متر 52 سنتي العربية دي بتتميز بشنطة خلفية واسعة بتاسع 510 لتر والمساحة الداخلية في العربية معقولة جدا والجلوس فيها مريح وبتتسع العربية لخمس ركاب بشكل مريح جدا بالاضافة لوجود مساحات جيدة جدا في المقعد الخلفية الركاب في المقعد الخلفية رجليهم مستريحة جدا العربية في القسم الامامي بالنسبة للسائق والراكب الامامي مريحة جدا مش زي عربيات زي الفيرنا واللانوس بتتمتع العربية رينولوجان بتكييف داخلي قوي وفيه عزل جيد جدا للمقصورة عزل صوتي وعزل حراري فيها كاسة صوته معقول والكمبيوتر رحلات من مشاكل العربية دي ان المقعدين الاماميين بتوع السائق والراكب الامامي مع الفرامل بيتحركوا للامام والخلف ودي كانت شكو عامة بان مقعد العربية الامامية غير سبتة في حين ان بعض المدافعين عن اللوجان انا مش فاهم ليه يعني الناس لما بواحد بيشتر عربية بيدفع عنها كأنها من قريبه كانوا بيدفع عن العربية دي وبيقولوا ان المقعد دي بتتحرك دي حاجة هندسية والفكرة منها انها بتمتص الصدمات في حالة الحوادث طبعا الكلام ده مش علمي ولا يمت للهندسة باي صلة والدليل ان النسخ الحديثة من العربية دي اللي هي من اول الجيل التاني وطبعا اكيد في الجيل التالت عالجوا فيها ملحوظة عدم تثبيت الكراسي الامامية يعني طلع في الاول وفي الاخر الملحوظة اللي انا قلتها عن العربية دي ان الكراسي بتاعتها مش متثبتة كويس فعلا ملحوظة اتعالجت بعد كده لان اكيد ناس كتير جدا اشتاكوا مش انا بس العربية نازلة بتبلو عددات وكنسول وسطي فيه بساطة في التصميم مع بعض التكنولوجي الحديثة من خامات داخلية طبعا خامات متوسطة لان العربية دي اقتصادية طبعا انما لا لو هنقارنها بعربية زي الفيرنا واللانوس لا الخامات بتاعتها معقولة العربية بتتميز بشاشة معلومات وعداد بنزين وحرارة ديجيتل بالنسبة لقطع غيار رينولوجان التنظيم الجيد لغرفة المحرك ده بيخلي عملية صيانتها سهلة لأي متخصص او ميكانيكي كل شيء واضح وسهل الوصول لي فيه مشكلة في ارتفاع سعر قطع غيار بتاعت الرينولوجان مقارنة بعربية منافسة في قطع غيار بتاعتها يعني مثلا زي اللانوس والفيرنا وغيرها من العربية المنافسة التانية قطع الغيار بتاعت الرينولوجان صحيح غالية لكن معمرة وبتتميز العربية بقطع غيار متوفرة في كل مكان في التوكيل وخارج التوكيل بالنسبة لعفشة العربية بتتعامل العربية دي مع المطبط بطريقة سهلة لانها مرتفعة عن الارض عفشتها قوية مش محتاجة للاصلاح بشكل مستمر العربية سبتة على الطريق وعلى السرعات العالية في الطرق المستقيمة لكن طبعا في الملفات على سرعات عالية العربية بتفقد السبات لانها عالية عن الارض وطبعا مش هينفع ان نقارنها مع عربيات الماني وياباني مرتفعة السعر لكن احنا لو هنقارنها بعربيات اقتصادية في نفس سعرها في المجمل العربية سبتة بصورة مناسبة لا هي فائقة زي العربية المرتفعة للسعر ولا هي ضعيفة زي باقي العربية المشهورة بعدم السبات طبعاً والناس عارفين أنا بتكلم على مين على الفيرنا بمعنى أن العربية دي غير مناسبة للمناورات القوية العنيفة مع عدماد العفشة الخلفية على سينجل بيم بالإضافة لارتفاع مركز السقل وده بيخلي الجزء الخلفي مش سابط خالص بدرجة كبيرة في الغرز على السرعة العالية تعامل العربية مع الطرق المصرية والنقر والمطباط جيد العفشة بتاعتها قوية بس فيها نعومة يعني أنت هتبقى راكب جوة العربية مش حاسس بالمطباط أو مش بالقصد المطباط أقصد بالنقر اللي في الطريق أو بال هنسميها عيوب الطريق والعربية أصلاً مصممة للتعامل مع الطرق في دول العالم الثالث طبعاً هي اتعملت في المغرب وبتتصدر لمنطقة الشرق الأوسط بالتحديد عشان كده عاملين حسابهم الدول العالم الثالث الطرق فيها تعبان من العيوب المنتشرة في العربية دي وجود سخونة تحت دواست البنزين طبعاً دي كانت في النسخة الأديمة قبل الجيل الثاني ودي اتعالجت وطبعاً كان زمان الناس بيعالجوها في التوكيل بالنسبة للأمان العربية دي حصلت على ثلاث نجوم من خمسة في اختبارات الأمان الأوروبية اليورو انكاب وده تقييم كويس جداً مقارنة بسعرها كونها عربية اقتصادية وسائل الأمان اللي في العربية دي بتشمل فيه إيرباج للسائق واحد بس الوسادة الهوائية دي في النسخة المحسنة طبعاً اللي نزلت بتاعت 2008 نزل وسائل هوائية أمامية وجانبية كمان إنما طبعاً الإيرباج للسائق ده كان في النسخة الأديمة فيها فرامل ABS والنسخة الجديدة نزل فيها فرامل EBD كمان التعامل سهل جداً في الضغط على الفرامل وفراملها أفضل من عربات كتير جداً منافسة لها زي الفيرنا اقتصدامها الأمامي قوي جسم العربية قوي العربية بتفتقر في النسخة المانية والعمود التزان عمود التزان ده هو عمود بيركب في العفشة الأمامية عند الأنطرة وعند العفشة الخلفية وبيحافظ على سبات وتوازن العربية في الملفات والمنحنيات ويمنعها من الانقلاب بالنسبة للتجهيزات العربية دي بتتميز بشوية كماليات كده زي تكييف تكييف كويس قوي ومناسب لحجم العربية حجم الصالون كاست معقول جنوط حديد بتصات إطارات مشلان فيه شريط كرومي أسفل الشنطة درع مساحات مع زر التحكم في وظائف الكمبيوتر درع إشارات التحكم في مصابيح الضباب الأمامي والخلفي فيه زرار كالكس خارجي ومفيش كالكس في الدريكسيون مش فهم ليه مفتاح للتحكم في ارتفاع النور الأمامي فيه فتحات تكييف في الكنسول الوسطي سي دي اوديو مفهوش اربع سماعات اتنين قدامه اتنين في الخلف سخان في الإزاز الخلفي طبعا ما بنستخدموش في الحر اللي احنا فيه ده إزاز كهرباء سنتر لوك حامل أكواب طفاية متحركة فيها مريات كهرباء فيها مكان تحط فيه محمول فيه جراب نضارة في السقف فيه لمسة فضية كده فيه مخصورة السيارة طفيات في الأبواب الخلفية مساند راس خلفية فيه لمبة إضاءة في الشنطة دي حاجة برضو مطلوبة مفتاح العربية ريموت وده متوفر في الفول اوبشن بس عشان نعرف بس الفرق بين الفول اوبشن والهاف اوبشن يعني هنتكلم في شوية تفاصيل كده الفول اوبشن نزل فيها الحاجات الاتية فيها مصابيح ضباب أمامية وخلفية فيها ايرباج اللي هو الأمامي للسائق والراكب الأمامي وجانبي فيها إزاز كهرباء خلفي مريات جانبية كهرباء عتب في الأبواب الأمامية الإضاءة الداخلية فيه إضاءة داخلية الديركسيون بتاعها متحرك كل ده في الفول اوبشن الكرسي متحرك لأسفل والأعلى لون لوحة العددات أبيض أما في الهاف اوبشن اللون كان سود التابلو بتاعها مختلف في الفول اوبشن اسود فبيض اسود ففضي الريموت فيها ريموت لغلق وفتح السنتر أربع سماعات في الهاف اوبشن كان فيه سماعتين بس فيها جراب نظارات في الفول اوبشن لامبة إضاءة دورج التابلو في لون المريات باللون العربية ده في الفول اوبشن أما في الهاف اوبشن كان لون هاسود كمبيوتر رحلات بيظهر استهلاك البنزين والمسافة المتبقية قدام التنك المسافة المقطوعة في الرحلة الوحدة متوسط السرعة استهلاك البنزين في كل رحلة الغريب أن الفرق في الكماليات بين النسخة الهاف اوبشن والفول اوبشن فرق جبير رغم أن فرق السعر بين النسختين ما كانش كبير يعيب العربية دي في الكماليات أن صوت الكلاكس بتاعها موزع جدا ومكان الزر بتاع الكلاكس غريب بالإضافة أن فيه مشكلة في الإطارات يعني الإطارات اللي كان بتنزل معها نوع سيء من الإطارات ويشتكى منه كتير جدا من الناس بالنسبة لإعادة بيع الرينولوجان في النهاية طبعا العربية الرينولوجان دي من العربات اللي بتحقق مبيعات جيدة عشان كده وده طبعا مخلي تواجدها في السوق المصري كبير سواء سوق المستعمل أو الزيرو وفي طلب عليها في السوق بسبب السعر المناسب بتاعها والاعتمادية عشان كده سعرها إعادة البيع بتاعها كويس جدا والبيع سريع سعرها حاليا في مصر احنا في شهر 11 2022 الزيرو منها اللي هو موديل 2022 في المعارض دلوقتي الـ Automatic ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر